بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله هنتكلم على آخر قرارات وزارة التربية والتعليم بتاريخ اليوم والامتحانات الورقية البديلة لطلاب أولى وتانية سنوي وبالأرقام هنشوف الأسئلة المقالية وأسئلة اختيار من متعدد وكمان هنتعرف على حقيقة إلغاء الصف السادس بداية من العام القادم وهنتكلم على امتحانات أولى وتانية وتالتة إعدادي وموقف الطلاب اللي هما ما دفعوش المصرفات هل ينفع أن هما يمتحنوا وإيه اللي هيتم في امتحانات أولى وتانية سنوية تابعوا معايا بالنسبة لامتحانات أولى وتانية وتالتة إعدادي مفيش أي مشكلة فيها خالص زي النظام الأديم نفس الأسئلة على النمط الأديم مش هتكون اختيار متعدد كلها ولكن هتكون أسئلة متنوعة زي السنوات اللي فات مفيش فيها جديد وهنتعرف مع بعض على موقف الطلاب سواء إعدادي أو سنوي لو مش دفعين المصرفات هل يحق لهم أن هما يدخلوا الامتحانات ولا لا أول حاجة بالنسبة للطلاب اللي ما دفعوش المصرفات أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه يحق لجميع الطلاب أن هما يدخلوا الامتحانات حتى لو مش دفعين المصرفات مفيش أي مشكلة هتوقف قدامهم وإن شاء الله يمتحنوا ويعدوا على خير وزير التربية والتعليم بيكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي في النظام الجديد بداية من العام الدراسي القادم وزير التربية والتعليم أكد أن كل الأخبار اللي هي المتدولة بشأن إلغاء سنة ستة الكلام ده كله شائعات هتفضل زي ما هي وممكن يحدث بقى هنا تطوير في المناهج زي ما حصل للصف الرابع الابتدائي وهلأ في خبر على صادة البلد المجلس الأعلى للأباء والمعلمين بيأكدوا أنه هما وثقين في استراتيجية وزير التربية والتعليم للنهوض بالتعليم أما بالنسبة لأولة وتانية سنوية زي ما تشايفين على موقع الوطن بتاريخ الخميس 13 يناير التعليم بتحد الأسئلة المقالية في امتحانات أولة وتانية أعلنت المدريات جهزيتها لعقد الامتحانات خلاص هما جهزين عشان امتحانات أولة وتانية سنة والأسئلة المقالية هتكون في جميع المواد عرب انجليزي فرنسي ورديات وكيميا وفيزيا وغيرها من المواد وكشفت مصادر أن عدد الأسئلة المقالية خلي بالكوا عشان محدش يتفاجئ والتي تتراوح ما بين سؤالين لخمس أسئلة كانت آخر حاجة قيلت أن هي هيكون ثلاث أسئلة فقط مقالية ولكن دلوقتي فيه ممكن بعض المواد كلام ده من مصادر داخل التعليم على جريد الوطن الأسئلة ممكن تتجاوز الثلاثة ويكونوا خمس أسئلة وده الكلام ده في المواد اللي هي زي اللغة العربية اللي هي بتحتاج أكثر من ثلاثة عشان تغطي كافة فروع المادة محدش يقلق سواء أن هما ثلاثة أو خمسة أو حتى سبعة المهم أن هما عليهم 30% فقط وهنتعرف دوقتي بالدرجات المصادر قالت لجريد الوطن أن الأسئلة المقالية بتزداد في المواد الأساسية زي العربي وغيرها من المواد الرئيسية عندنا وأن الإجابة على الأسئلة هتكون في نفس الورقة وفي بعض المواد هيكون معاك أنت ورقة تانية تجاو فيها ودلوقتي بيجرى وضع الأسئلة المقالية وفق جميع الموصفات اللي أعدها المركز القومي للامتحانات وطلبة المصادر جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للمتحانات والاستفادة من التدريبات المكسفة في المنصات المختلفة اللغة العربية تعالى نشوف كده بقى توزيع الدرجات في العربي 35 درجة أسئلة إلكترونية و15 مقالي الإنجليز 28 درجة إلكتروني 12 مقالي اللغة الأجنبية الثانية 23 إلكتروني و7 مقالي وزي ما أنت شايفين دي كده باقي المواد أهم حاجة عندنا الأسئلة اختيار من متعدد أو الأسئلة الإلكترونية لازم تخلصها الأول وتتأكد من حلك فيها وفي النهاية تبتدي الجاوب على الأسئلة المقالية وتكون مخصص شوية وقت لها ولكن اتأكد الأول أنك نهيت الأسئلة الإلكترونية ما تبتديش بالمقالي عشان ممكن تتقفل ممكن تلاقي أسئلة كده جديدة أو مرة تشوفها فيحصل لك رهبة من بداية الامتحان تلغبة الدنيا في الإلكتروني والمقالي عشان كده عايزك تبدأ بالإلكتروني وإن شاء الله تحلي فيه كويس جدا فبالتالي حتى لو أنت محلتش ولا سؤال في المقالي تضمن أنك تعدي وكمان بدرجة كويسة